السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في قناتي الطبخة بقى اسهل النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صلطة الرنجة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده هنبدأ مع بعض نحط الصاج على البتجاز وهنبدأ نسخنه كويس جدا ونبدأ نحط عليه الرنجة بعد ما يسخن كويس قوي ولاحظوا ان احنا هنحطها دقيقة واحدة بس على كل ناحية ده اسهل بكتير من لما تمسك الرنجة وتحطيها على عين البتجاز طبعا بتبقى ده اللي كان البتجاز وكمان الرنجة نفسها الجلد واللحم بيطلع من بعضه مش زي ما انت شايفة كده بسرعة بتسيح الجلد بيسيح ويبدأ الرنجة تبقى جاهزة عشان نعرف نخليها وممكن كمان تخليها على الناشف على البارد من غير ما تعمل لها اي حاجة خالص في دي طريقة ودي طريقة انا دلوقتي بقلبها وفورا هشيلها منها على البتجاز لانها دقيقة على كل ناحية بس بعد ما شلناها هي بالشكل اللي انت شايفها ده الجلد بتاعها يعتبر ادخالها على واحده اصلا من على الرنجة بصي شكلها عامل ازاي جميلة جدا وبتلمع وحلوة قوي هنبدأ بقى بالسكينة نقطع الرأس دي ونشيلها خالص وطبعا هنشيل الزيادات اللي احنا مش عايزينها هنشيل طبعا هنفتحها من النص كده ونشيل البطن بتاعتها طبعا هي فيها بطروخ احنا هنشيله دلوقتي زي ما انتم شايفين كل الرنجة المراضي كلها فيها بطروخ جميلة جدا رنجة نظيفة جدا هنشيلها زي ما انتم شايفين كده احنا مش محتاجينه دلوقتي في صلاتة الرنجة هنبدأ نقطع بس اللحم بتاع الرنجة وهنبدأ كمان نشيل بقى الجلد بتاعها زي ما انتم شايفين الجلد اصلا متشل واحده من غير حاجة بصوا سهلة جدا جدا زي ما انتم شايفين اهوات بنشيل اللحم بتاعها من السلك وسهلة قوي ان انا انزع السلك اللي في النص دي خالص وافصلها عن اللحم وتبقى الرنجة جاهزة معايا قطعها على طول ممكن تقطعيها بالسكينة ممكن تقطعيها بأيديكي بس بالسكينة انظم عشان تبقى شكلها حلو ما تبقاش مهرية زي ما انتم شايفين اهو خلوا بالكم الرنجة فيها سلك كتير قوي وشوك كتير قوي فانا طبعا بحاول اشيل قد ما اقدر ان انا كل ما تقابلني اي شوك وانا بعمل بشيله كده على طول علشان اخلي نوعا ما يعني اللي بياكل ما يبقاش يتعرض لشوك كتير هنقطع بقى بالسكينة بالشكل اللي انتم شايفينه ده وطبعا انا بقى هخلص كل الرنجة اللي معايا بالطريقة دي ونرجع تاني مع بعض عشان نشوف هنكمل ازاي الوصفة بتاعتنا النهاردة طريقة سهلة قوي ومكونات بسيطة مش محتاجة اي حاجة وانتم شايفين المقادير قدامكم بس بجد الطريقة دي بتعمل الرنجة ايما عالية جدا طعم جميل جدا وناس كتير بتحبها وبتعملها انا بقولها للناس اللي حابة تعرفها والبنوتات الصغيرين اللي عايزين يعرفوا الطريقة هي دي الطريقة وفيه طريقة تاني هعملها لكم ان شاء الله هقولها تكون ازاي خلصنا بقى الرنجة كلها وهنبدأ نقطع الطماطم معانا انا معايا 3 طماطميات كده هاخد انا طماطميتين ونص تقريبا وكمان معايا بصلتين ومعايا قرنفلفل حامي وممكن يكون بارد زي ما تحبوا على حسب الرغبة هو ما بيبقاش واضح قوي بس بيدي طعم حلو معايا كمان معلقة كبيرة من الطحينة او معلقتين كبار لو حبين على حسب ما بتحبوا الطحينة كتير او اقل هي كتير على فكرة بتكون افضل ومعايا طبعا لامونتين معصورين ومعايا شوية خل حوالي برضو معلقتين كبار من الخل هي دي بس الطريقة اللي معايا هي دي المكونات اللي معايا وبعدين بقطع الطماطم بقى مكعبات صغيرة كل اللي هقطعه هقطعه مكعبات صغيرة عشان طبعا انا هحط مجرد الحاجات دي على بعضها وهقدمها على طول مش هعمل فيها تاني ولا تسوية ولا اي حاجة في طريقة تانية يا جماعة زي ما قلتلكو الطريقة التانية ان انا ممكن اسوي البصل أصفره الأول في الزيت وبعد كده بضيف عليه الطماطم وبعد كده بضيف عليه بصل أخضر وكمان الطريقة اللي أنا بعملها دلوقتي ينفع نضيف عليها بصل أخضر بيديها طعم جميل جدا بس أنا طبعا مش متوفر عندي بصل أخضر دلوقتي وفي الآخر خالص بنضيف عليها الرنجة وبنضيف عليها اللمون في الآخر برضو وخلاص على كده بس دي الطريقة بقى اللي هي نايف نايف كل المكونات اللي معانا ناية هي عبارة عن سلطة بالزبط ومتضاف لها الرنجة سهلة وطعمها بيبقى جميل جدا وطبعا احنا بنعملها بقى قبل رمضان كده مرة علشان خاطر ناكل حاجة حدقة كده أو حاجة يعني نخرج عن مود الأكل ده قبل رمضان كمان كل سنة وانتوا طيبين شام النسيم هيجي كمان في رمضان فمش هيبقى في فرصة بقى للخروج وأكل الفسيخ والحاجات دي هنعمل معكم ان شاء الله الفسيخ عشان للعيد بإذن الله دلوقتي انا بقطع الطماطم زي ما انتوا شايفين وبعدين هنقطع بعضها البصل برضو نفس القصة هقطع البصل مكعبات صغيرة علشان زي ما قلتلكم هضفها وهناكلها على طول عايز اقولكو الحكاية دي ما بتاخدش معاك عشر دقايق بالزبط بالزبط عشر دقايق الرنجة بتاخد بسرعة بنعرف نشيلها بسرعة من الشوك بتاعها والخضار بيتقطع زي ما انتوا شايفين وما بياخدش معنا اي وقت ومجرد نضفهم على بعد يبقى الطبق بتاعك جاهز طبق حلوة قوي قوي عايز اتاكله بقى جنبه فسيخ برضو بتجهز الفسيخ وبتعمليه بتحط عليه زيت عايزة حينه ماشي زي ما تحبي وحسب زوك هي الاكلة دي مش هتحتاج اكتر من العيش جنبها وبس قطعت البصل زي ما انتوا شايفين كده هنكون جاهزنا البصل وجاهزنا الطماطم وقدامنا بس الفلفل الاخضر هنقطعه ونهوريكوا دلوقتي هنضيف المكونات بتاعي شايفين كده خلصنا تقطيع البصل ادي الفلفل الاخضر زي ما قلتلكو زي ما انتوا حابين هو ده حامي على فكرة عايزين تحطوه كله وممكن تحطوه نصه لو مش عايزين يكون درجة الحرارة بتاعتها عالية قوي وممكن كمان تحطوه بارد وزي ما قلتلكو ينفع تستبدله البصل الاخضر البصل العادي ببصل اخضر وهيكون افضل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وكده هنكون قطعنا الخضر اللي معانا كله هنبدأ بقى نجيب الرنجة بقى ونضيف عليها الحاجات اللي احنا عملناها دي ونشوفها نقلبها مع بعضها ونقدمها ازاي بالشكل اللي انتوا هتشوفها بقى دلوقتي هنضيف الطماطم الاول زي ما انتوا شايفين طبعا بتحاولوا في المرحلة دي ان الطماطم بتاعتكو تكون نشفة وكويسة ما تبقاش فيها مية كتير عشان ما تعمليش كده تراوة فيها اكتر من لازم او يبقى مش مرغوب فيها والبصل ضفناه زي ما انتوا شايفين وكمان الفلفل الاخضر شكلها بيبقى جميل قوي الشكل جميل جدا الالوان مع بعضها مع الرنجة مديها شكل هايل جدا وهنبدأ بقى نضيف عليها الطحينة بتاعتنا معايا معلقتين كبار طحينة ومعايا زيت ولمون ده اللمون هحطه الاول حوالي لمون عصير لمونة كبيرة او لمونتين صغيرين ودي برضو معلقتين كبار خل وبعدين اخر حاجة هضيف الطحينة وهنقلب بقى الصلطة الرنجة بتاعتنا وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة سهلة وممتازة جدا وكل سنة وانتوا طيبين وعايزة بقى اللي يشوف الفيديو بتاعي ده ويعجبكم الفيديو عايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عايزاكم تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان دايما يوصلكوا كل وصفاتي وهنتقابل ان شاء الله مع وصفات جديدة وأكلات حلوة جدا في رمضان استنوني بإذن الله في قناتي الطبخ بقى أسهل أشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله بس بعد ما وريكم التقديم بتاعنا للطبق النهاردة قدمناه بشكل جميل وزريف جدا طبعا زي الناب اللمون والبصل وهو أصلا مش محتاج زينة انتوا عارفين شكل الطبق بتاعنا بقى كله ألوان وشكله جميل قوي بجد يعني جربوها اللي ما عملهاش قبل كده يعملها واللي عملها قبل كده اللي عملها يعملها تاني بطريقتي أتمنى الفيديو يكون عجبكو وأشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا